خطوبة فايلة ملكية لا وولي العهد كمان يبقى أكيد بنتكلم عن تكاليف خيالية وخصوصا بقى لو ركزنا مع سعر فستان العروسة وخاتم الخطوبة ده تفكير السوشيال ميديا بعد إعلان خبر خطوبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله التاني على الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف فيطر الكلام ده صحيح ولا مبالغ فيه وإيه السعر الحقيقي لخاتم الخطوبة اللي أطار فضول الكل دي المفاجأة اللي هتعرفوها معنا في الفيديو ده خبر خطوبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله التاني على الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف نجح في إنه يتصدر التريند لأيام وكتير من الناس مهتمين يعرفوا كل تفاصيل الخطوبة الكبيرة والصغيرة عشان كده تقارير كتير ابتدت تدور في الكواليس على الصور المنشورة من الحفلة وده اللي هنكشفه معاكم وخلينا نبتدي بالأزيان ظهرت خطيبة ولي العهد الأردنية بإطلالتين الأولى عبارة عن فستان زيتي عليه كاردجان أبيض مطرز أما الإطلالة التانية للشابة السعودية فكانت بفستان أزرق بيليسي والفستان حمل توقيع دار الأزياء كاسترالوس ووصل سعره لأربعة تلاف وخمسة ريال سعودي يعني بنتكلم في حوالي عشرين ألف جنيه مصري ونسيب الفستان وندخل بقى على أهم حاجة وهي خاتم الخطوبة واللي طبعاً الكل توقع أن يكون بسعر خيالي خصوصاً لو سعر الفستان عشرين ألف جنيه طب تفتكروا ثمنه كامل الخاتم من مركة جراف سعره 239 ألف وستمية تسعة وعشرين دولار أمريكي أو 900 ألف ريال سعودي يعني يعمل له بالمصري حوالي 4 مليون 792 ألف جنيه مصري وبرضه فضول الناس موقفش عند خطيبة ولي عهد الأردن بس لكن وصل أكيد للملكة رانيا ملكة الأردن اللي دايماً اتعرفت بالبساطة والأناقة في نفس الوقت الملكة ارتدت فستان اسود من تصميم أندرو جي أن سعره 2173 يورو يعني حوالي 45 ألف جنيه مصري وكانت وكالة الأنباء الأردنية أعلنت في بيان رسمي عن خبر الخطوبة وقالت أن خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف تمت يوم الأربع 17 أغسطس بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله وقراءة الفتحة كانت في منزل والد الأنسة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض وبوجود الأمير الحسن بن طلال والأمير هاشم بن عبد الله الثاني والأمير علي بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير غازي بن محمد والأمير راشد بن الحسن وعدد آخر من أفراد أسرة السيف كمان الملكة رانيا قالت في تغريدة عبر حسابها على التويتر رجوت الله مثلي مثل كل أم أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب فجاءت رجوة مبارك لابن الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير أما أنتم فقلولنا رأيكم إيه في الأسعار اللي قلناها دي وهل شايفينها طبيعية بما أننا بنتكلم عن العيلة الملكة ولا لا كمان قلولنا رأيكم هيكون إيه لو قارنناها بتكاليف حفلات الخطوبة للمشاهير في مصر اشتركوا في القناة